سمير السيد وفكرة اللي احنا برضو انتقادنا فيها فابيو جونيور والفلوس والحكاية سمير السيد حكى حكاية مهمة جداً تعال نشوف هو بيقولي مع كاتم صافي يونس ونرجع له كتاني وصلنا الاتنين يوليو والتلاتة يوليو شريكي بولو سكتيرا سافر مدينة نابل وقعد مع اللاعب يومين واللاعب قال اوكي انا موافق واتحدد معادي وخمسة يوليو في مكتب رئيس النادي اللاعب دخل كان موجود شريكي تكتيرا ودخل معه واحد يقول له مين ده قال له سالم قال له وده سالم يطلع برا انته هو وطردهم برا ده سالم العرائي؟ سالم العرائي قال له انا مش عادي سالم ده يدخل مكتبي تاني المهم رئيس النادي ده بالغادة معا على الفكرة كلام خطير وبوجهه للمهندس عادل القيعي انه لابد انه يرد لانه قال ان المهندس عادل القيعي قال ان خالد مرتجي يتحط اسمه يتحط اسمه ليه؟ ده كلام سامير السيد هو ما عملش حاجة كانت حاس حاندي قال له لا ما تحطش اسم حد كانت خالد مرتجي ما روش بالعلاقة قال المهندس عادل القيعي هو اللي قال حط اسمه ثم في جريت الوطن من اسبوع وعشرة ايام فاته شريف عفضيل قال ان تامير النحاس كان ملوش علاقة بعقده وفوجه ان المهندس عادل القيعي بيحط اسم تامير النحاس في العقد عشان ياخد عملته فبرضو ساعتها شريف عفضيل قال ده هتاخده صور وكده فما لقاه في العقد استغربها عشان كده في مشكلة مع شريف عفضيل وتامير النحاس نمرة اتنين هو ليه بيبقى فيه مشاكل دايما مع الوكلاء اللعبين الاخرين يعني محمد ناجي جده عنده مشكلة مع نبيل ابو زيت اش معنى ودي باولو تكسيرا وموضوع فابيو جونيور اما موضوع تامير النحاس فبتبقى ماشية في النادي الاهلي فهنا السؤال بنواجهه لمهان سعاد القيعي لابد ان انت ترد على هذا الكلام خصوصا وانا هقولها لكم الاول مرة تامير النحاس اما انا جدت بشير التابعي واحمد سعد بتاع الاوردن فيصلي كلمني في تليفون وقال لي انا علاقتي وحشة اوي بندي الزمالك عن كابتن خالد وعايز ان انت توديلي محمد ابراهيم لعب ام بي الزمالك ونعملها بيزنس قلت له يا تامير انا مش بتاع بيزنس انا بحب نادي الزمالك وبعملها حبا في نادي الزمالك انا مابشتغلش في نادي الزمالك وما بشتغلش المدير التسويق وما بعملهاش بيزنس وقفلت من يوميها مع تامير النحاس لانه عارف ان انا مش بتاع بيزنس دي اسئلة خطيرة بتحصل في الكرة المصرية ولابد في نادي في قيمة النادي الاهلي المهاجة سعد القاعي يرد يرد على موضوع باولو تكسيرا وموضوع اللي قاله سامير السيد ويرد على جريت الوطن والشريفة فضيل اللي قال انه فوجئ باسم تامر النحاس فعاده رغم ان اياميها كان تامر النحاس مقوف سنة وتامر النحاس ابتدى عايز فلوسه واتجه للجنة واللجنة انصفت شريفة فضيل الكلام ده لابد من وجود رد فيه لابد من وجود رد فيه لان الانسان اللي بيتعرض لنقد او يتعرض لاشياء من هذا القبيل لابد ان يرد لو ما ردش تبقى مشكلة هنطلع ليه فاصل اعلاني ونستقبل مراسلون في كل مكان